يمكن نلاحظ خلال السنوات الماضية حصل طفرة كبيرة جدا في المناخ الخاص بعمل هذه الشركات في مصر وده اللي انعكس على عدد وأحجام أعمال هذه الشركات يمكن من خلال رصدنا لهذا المجال أو هذا القطاع بالأخص خلال السنوات الماضية هنجد ان احنا بعد ما كان بنتكلم على عدد قليل جدا ومحدود من الشركات النهاردة بنتكلم على شريحة موجودة متواجدة يمكن يكاد يكون لها تمثيل في كافة المحافظات المصرية وبتغطي كافة نواحي ما يسمى بالصناعة أو بالقطاع الأخضر من طاقة جديدة ومتجددة من نظم خاصة بترشيد الطاقة من التعامل مع الموارد الطبيعية بكفاءة من المخلفات من منتجات عضوية من منتجات حيوية بدائل لمنتجات تقليدية مصدر مبتكرة وصديقة للبيئة فيما يتعلق بالطاقة وغيرها من المجالات المجالات